أعلنت السلطات الفلسطينية عن دفن جثامين مئته شهيدة بمقبرة جماعية في مدينة رفح كانت قوات الاحتلال قد سرقتها من مناطق متفرقة من قطع غزة وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن السلطات الفلسطينية تسلمت الجثامين عبر معبر كرم أبو سالم لشهداء وموتى مجهول الهوية بعضها كان متحللا وأظهرت معينة بعض الجثامين سرقة الاحتلال عضاء منها اشتركوا في القناة